من يوم لآخر تتزايد حدة معارضة أبناء المهرة للوجود السعودي العسكري في المحافظة حدة عبر عنها بمطالبات للقوات السعودية برفع الوصاية عن منفذ شحن الواقع على الحدود مع سلطنة عمان يأتي هذا بعد تزايد الاتهامات للسعودية بتعمد تعطيل حركة التجارة في المنفذ وعرقلة حركة المسافرين أيضا وهو الأمر الذي عده المواطنون في المهرة بمثابة حرب اقتصادية على المحافظة خاصة والبلاد عامة وقبل أيام كان مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي قد اتهمت تحالفة بالسعي وراء اكتطاع واجتزاء أراضي البلاد وجزرها وهو ما دفعه إلى دعوة المواطنين لمنع أي استحداثات تقوم بها السعودية بطريقة مباشرة أو عبر أدوات محلية في المحافظة وبموازات ذلك أغلقت قبائل المهرة مقر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في مديرية شحن رافضين ادعاءات المجلس تمثيله لأبنائها ومنذ العام 2017 يرفض أبناء المهرة أي صراع مع الوجود السعودي في المحافظة معبرين عن رفضهم من خلال مظاهرات واعتصامات تطالب بمغادرة المحافظة خصوصا بعد سيطرة القوات السعودية على المرافق الحيوية كالميناء والمطار وتشكيل قوات موالية لها خارج الإطار الرسمي للدولة